دخول الحرب الأوكرانية الروسية العام الثالث توافد زعماء غربيين إلى كيف للتأكيد على مواصلة الدعم والمساندة لأوكرانيا هل من أي أفق لإنهاء هذه الحرب؟ نعم صباح الخير لكم ولي أستاذ المشاهدين سيدتي الأفق الوحيد لإنهاء هذه الحرب هو ضمان الأمن في أوروبا الوصول إلى معاهدة ما إلى اتفاق ما بين روسيا والدول الأوروبية لأن أساس المشكلة ابتدأت من أين؟ ابتدأت عندما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بنشر قواعد صاروخية هجومية في جمهورية تشيك وفي بولندا وعندما حولت أوكرانيا نفسها إلى ساحة لمواجهة روسيا وبالتالي هذا هو جزور المشكلة الحرب ليست مع أوكرانيا اللاعب الحقيقي هو الدول الناتوية وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية عندما تجد الولايات المتحدة الأمريكية ما يكفي من الحكمة والعقل لإنهاء هذه الحرب فستنتهي هذه الحرب بالتأكيد لأن روسيا لا مصلحة لها أيضا من استمرارها فهي أيضا تخسر من جنودها وتخسر من عتادها وتخسر في اقتصادها لذلك أساس المشكلة هو ضمان الأمن في أوروبا لو الولايات المتحدة الأمريكية نفسها محاطة بالمحيطات لا أحد يهدد أمنها المتأزي الوحيد من هذه الحرب هي روسيا بالدرجة الأولى وبالدرجة الثانية الدول الأوروبية ماذا تضرر للحق اليوم دكتور أصف بروسيا لأنه مع بداية هذا العام الثالث من الحرب الأوكرانية الروسية تم فرض عقوبات غربية جديدة على روسيا حتى استمعنا تصريحات من قبل متر بديدفة الذي توعد بالانتقام والرد على هذه العقوبات هذا بالإضافة للأصوات أيضا الغربية التي ما زالت تطالب بمصادرة المليارات من الدولارات من الأصول الروسية المجمدة سيدتي يجب أن أشير نقطة هامة في موضوع عقوبات تحديدا العقوبات هي سلاح زوحدين يعني الدول الغربية تتفاخر دائما بالقول بأنهم عندهم اقتصاد حر يعني عندما تفرض عقوبات على دولة ما فهذا خرق لهذه البرديكمة التي نسميها الاقتصاد الحر يعني مسلسل العقوبات بدأ منذ عام 2014 وتدربت روسيا على هذه العقوبات وأصبح عند روسيا القدرة على التكيف معها هذه نقطة النقطة الثانية هي العقوبات بحد ذاتها هي آفاق جديدة للإستثمار والتطور يعني عندما تفرض عقوبات على قطاع معين أمامي الآن قائمة القطاعات تفرض عليها العقوبات وتحديدا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة البصرية والإلكتروميكانيكية وغيرها التي تستخدم في الصناعات العسكرية هذا أفق جديد لتقوم الشركات الروسية نفسها والشركات الصديقة لروسيا بتطوير هذا القطاع للاستغناء عن هذا المصدر الغربي هذه نقطة ثانية نقطة ثالثة إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تريد معاقبة روسيا فعليها أن تعاقب العالم كله تقريبا يعني أنا مجموعة الدول التي دخلت ضمن هذه العقوبات عندنا الصين الهند تركيا سريلانكا صربيا كزاخستان تايلاند الإمارات المملكة المتحدة كندا اليابان أستراليا الصين ألمانيا يعني كل هذه الدولة دخلت ضمن هذه العقوبات لأن هناك الشركات ما تزال تعمل في السوق الروسية وترغب بالعمل في السوق الروسية فيما يتعلق بمصادرة الأموال الروسية أرجو أن تعطيني فرصة الكلام حول هذه النقطة تحديدا يعني السيدة بيني بريتسكر وهي المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى ما يسمى استعادة أوكرانيا أو إعادة بناء أوكرانيا قالت نحن بحاجة إلى أطمان من المحامين لكي نستطيع الاستلاء على الأصول الروسية المجمدة في البنوك الغربية هذه النقطة وبالتالي القضية قانونية إدارية معقدة وبطيئة للغاية بعض الزعماء الغربيين طرحا أننا قد نستطيع فرض ضرائب جديدة على أرباح هذه الأموال الروسية المجمدة الكثير من المحللين الماليين في الاتحاد الأوروبية نفسه قالوا أن هذا الأمر سيؤدي إلى خلخلة وزعزعة النظام الضرائبي في أوروبا نفسها البعض الآخر قال لنقوم بالاستلاء على أرباح بعض الأوراق المالية التي مرتبطة بالأصول الروسية المجمدة هذه الأموال بحد ذاته أيضا قليلة للغاية كانت في عام 2023 حوالي 1.4 مليار دولار على ما أعتقد وفي هذه السنة ستكون حوالي 1.7 مليار دولار هناك طروحات أخرى قالوا تعالوا لك ندفع أوكراني لك تصدر أوراق مالية تساوي قيمتها قيمة الأصول الروسية المجمدة ولكن من سيشتري هذه الأوراق المالية يعني الأوراق المالية هذه يجب أن تشتريها فقط الدول الأوروبية والدول الغربية بشكل أساسي كذلك الأمر عند روسيا أموال مجمدة للشركات الغربية تقدر حوالي 288 مليار دولار يعني روسيا قادرة على رد بالمثل على مثل هذه التصرفات دعا نعود معك الآن ربما إلى الأرض تطورات العسكرية الميدانية أيضا دكتور آصف مع هذا العام الثالث الآن ندخل من هذه الحرب ماشي هنا فعليا لربما الاختراق الكبير على الصعيد الجانب الروسي هو السيطرة على أفدي يفكا ماذا بعد ذلك إلى أين تريد أن تصل موسكو؟ سيدتي استراتيجية الحرب في روسيا رسمها الرئيس بوتين بوضوح بمقولة بسيطة في مؤتمر صحفي له في نهاية عام 2022 عندما قال الدجاجة تنقر حبة حبة ويبدو أن الاستراتيجية الروسية تقوم على هذه الطريقة سنسير بخطة حثيثة وبطيئة وقصيرة ونقدم هذه الأرض شيئا فشيئا مع تطبيق ما يسمى ونتحدث عن هذه النقطة قبل ذلك الدفاع المرن أي محاولة الضرب في عدة محاور على الجبهة بهدف تشتيت القوات الأوكرانية إلى مجموعات صغيرة وعدم إعطائها القدرة والإمكانية على التمسك بمنطقة معينة أو إحداث خرق في منطقة معينة لذلك نلاحظ أولا روسيا سيطرت على سوليدار ثم باخموت ثم FDFK وهي تتابع في هذا المسار النقطة الثالثة في الموضوع مواصلة الضرب والقصف المستمر بالطائرات المسيرة والصواريخ بعيدة المدى لكل مستودعات الذخيرة التي يتم تقديمها والأسلحة التي يتم تقديمها من الدول الغربية هذه الاستراتيجية ستستمر فيها روسيا حتى ينهار الجيش الأوكراني السؤال الكبير ما الذي سيحدث بعد هل ستدخل دول الناتوية إلى جانب أوكراني مباشرة في الحرب أم أنهم سيجدون صيغة الاتفاق مع روسيا هذا السؤال يجب أن نتركه للمستقبل لأننا لا نعلم كل التفاصيل سيدتي أعتقد أن السيطرة على الأراضي الأوكرانية أصبحت قضية مسألة وقت عندما توقع هذه الاتفاقيات الأمنية أو ما يسمى الضمانات الأمنية طبعا أتكلم الضمانات أمنية غير موجودة في هذه الاتفاقيات على الإطلاق مع الدول الغربية توقع لمدة عشر سنوات وكأنهم يقولون لأوكراني عليك أن تحاري بروسيا لمدة عشر سنوات ونحن سنقدم السلاح والزخيرة والمال لك حتى أوكرانيا بحد ذاتها منهارة المعنويات الأوكرانية منهارة وليس هذا في حسب روسيا بدأت تلعب بنفس اللعبة التي تلعب فيها الولايات المتحدة الأمريكية مع دول أوروبا الشرقية فبدأت تقول روسيا يعني دخول بولندا إلى غرب أوكرانيا ليس تهديدا للأمن القومي الروسي وكأنها تدفع بها الأمام وبدأت هذه الدولة تحديدا بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا ورماية تقول بأن لنا حقوقا تاريخية في الأراضي المجاورة لبلداننا وكأنه في لحظة ما من الزمن هذه الدول غير مستعدة للدخول في هذه الحرب وهي تعلم جيدا أنها غير قادرة على الانتصار قد تجد طريقة الاتفاق مع روسيا لتقاسم أوكرانيا فيما بينها لأن كييف كانت فيهم أيام اسمها كييف الروسية وروسيا لن تتخلى عنها لأنها كانت ولا زالت مركزا للمسيحية الأرزوستية السلواتية وهذا ربما سيضعنا ماما حسابات أخرى ومعادل أخرى أخذنا بالاعتبار بأنه كانت هناك تصريحات من قبل الرئيس الروسي بلاديمير بوتين مفاده بأن روسيا لا تحتاج إلى المزيد من الأراضي شكرا لك دكتور أصف ملحم مدير مركز جيسام للدراسات كنت معنا من موسكو